تطعيم المضاد لفيروس كورونا وأكدت الوزارة على لسان الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن تكاتف الجميع وتعاونهم بأخذ التطعيم يسهم في حفظ سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس دعية إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم الذي وفرته مملكة البحرين بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين حرصا منها على سلامة المجتمع البحريني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر